كيفية إلغاء شاشة القفل الديناميكية على هاتف سامسونج أندرويد طريقة سعلى جدا يا أصدقائي أقوم بالبحث على الضبط والإدادات أو البارامتر أضغط عليها بها تطريقة ثم بعد ذلك أذهب وأضغط على الخلفية والنمط ها هي بعد ذلك أدخل إلى ثالث خانوية خدمات خلفية شاشة القفل أضغط عليها بهذه الطريقة ثم بعد ذلك لنفرض أنها كانت على هذا الشكل شاشة القفل الديناميكية كيفية إلغائها هي تحويلها من هنا إلى لا شيء هكذا وهكذا تتم العملية بكل نجاح يا أصدقائي فلا تساعد دعمنا بوضع زي اللايك تشارك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر